السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا الديدان الاستوانية والدورات من كتاب اول ثانوي احيا اول شي عندنا الفكرة الرئيسية ان هذه الديدان الاستوانية هي اكثر تعقيدا من الديدان المفلطحة وحط لك رابط الديدان المفلطحة اذا ما شفتي وعندنا هنا ان هذه الاستوانية عندها جويل جسم كاذب تركيب الجسم هذه الديدان الاستوانية عندها اسم اخر اذا الديدان الاستوانية عندها اسم اخر ما هو هذا يسمى بالنيماتود اذا النيماتود نفسها الديدان الاستوانية والديدان الاستوانية نفسها النيماتود وان تعيش هذه الديدان الاستوانية تعيش فيه ماء عذب واحد ماء مالح اثنين على اليابسة ثلاثة وتعيش كيف تعيش متطفلا على الإنسان والحيوانة والنبات هنا عندنا خصائص الديدان الاستوانية اي انها تكلمنا انها تجيب جسمي كاذب وايضا نضيف لها تناظر جانبي امثلة على الديدان الاستوانية عندنا هنا مثالين امثلة على الديدان الاستوانية اول شيء ديدان الخل هادي واحد هادي امثلة ثاني شيء ديدان السكارس اول شيء التغذي والهضم عند ايش عند الديدان الاستوانية الديدان الاستوانية حكينا ان عندها تجيب جسمي كاذب كيف تنقل الطعام تنقل الطعام خلال جهازها الهضمي في اتجاه واحد يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج يعني سهلة يبدأ بالفم ينتهي بالشرج ننتقل للدوران والتنفس والاخراج والاستجابة للمثيرات هنا عندنا ان ليس للديدان الاستوانية جهاز دوران او جهاز تنفس يعني الديدان الاستوانية ما عندها جهاز دوران ولا عندها جهاز تنفس كيف ايش تساوي هذي الديدان؟ هذي تعتمد على عملية تسمى الانتشار لنقل ايش نقل الغذاء والغازات الى جسمها ولمعظم هذه الديدان معقدة عندها قنوات اخراجية وفي بعضها عندها قلايا لهبية ولديدان الاستوانية ايضا عندها حبال متصلة هذي ليش عندها حبال عصبية للاستجابة للمثيرات اذا نضع سؤال وجه الشبه بين الديدان المفلطحة والديدان الاستوانية هنا عندنا وجه الشبه كما في الديدان المفلطحة ليس للديدان الاستوانية يعني الديدان المفلطحة والديدان الاستوانية ما عندهم جهاز دوران ولا عندهم جهاز تنفس وهذا الشيء هي وجه المقارنة بيناتهم ننتقل الان الى الحركة هذه الديدان الاستوانية كيف تتحرك؟ تتحرك باستخدام عضلاتها كيف انقباض او انبساط هذه العضلات حركتها ثاني شي هيكل دعاميا مائيا ما هو هذا الهيكل هو سائل داخل مكان مغلق يعطي صرابة وقوة للعضلات للعمل في اتجاه المعاكس نذهب الحين للتكاثر التكاثر ستتكاثر ديدان أسطوانية كيف؟ جنسيا ويتم ويتم عملية الإخصاب داخل جسم الدودة هي حرة المعيشة هذه الزيدان أما في الزيدان متطفلة فتبدو عملية تكاثر معقدة يعني حرة المعيشة إذن التكاثر عندنا حرة المعيشة متطفلة حرة المعيشة تكون جنسيا إخصاب داخلي أما متطفلة تكون معقدة ليش؟ لأنه يتطلب وجود عائل أو أكثر أو مواقع مختلفة في جسم العائل بسبب قلة خالها نسبيا وسرعة نموها هذا هنا هذه مهمة طيرة النمو بسهولة الحين تنوعت الدودان الأسطوانية إلى خمس طوائف خمسة وكلهم يكون متطفلين متطفلة أول شي عندنا الدودان الشعرية الدودان الخطافية بعدين عندنا هنا الدودان السكارس الدودان الدبوسية والدودان الفيلاريا نتكلم عن كل واحدة منهم الدودان الشعرية يجيب مرض يسمى داء الشعرية أي تريخانة تريخينة هذا كيف؟ يصاب به نتيجة نتيجة إيش؟ أكل لحم الخنزير غير مطبوخ وأصلا هو محرم في شريعة الإسلام كيف يمكننا طرق الوقاية من داء الشعرية؟ كيف؟ أول شي طريق طهي اللحوم جيدا واحد تجنب تناول لحم الخنزير اثنين أصلا هو محرم في الشريع ثاني شي عندنا الدودان الخطافية هذه الدودان تدخل من قدم الإنسان تدخل في قدم الإنسان تخترق جلد قدم الإنسان كيف؟ عندما يمشي هذا الإنسان على حفات على تراب ملوث ولذلك تخترق هذه الدودة قدم الإنسان كيف نحن يمكننا طرق الوقاية من هذه الدودان الخطافية؟ أول شي تجنب المشي حافيا انتعال أحذية انتعال أحذية الأخرين يعني ما نلبس أحذية الأخرين ننتقل إلى ديدان الإسكارس هذه الدودان هي الأكثر إصابة لعند الإنسان ليش؟ أنها أصلا هي معتادة تجي كيف لما نحن نأكل خضروات غير مخصورة جيدا أو بسبب عدم غسل آيادة ملوثة بالتربة كيف نحن نتجنب هذه في غسل الخضروات جيدا والآيادة جيدا وضح كيف يمكن أن يوقي الإنسان نفسه من الإصابة بالديدان الإسكارس والديدان الخطافية تكلمنا عنه في طرق الوقاية هنا الإسكارس غسل الأيادة والخضروات جيدا وخطة فيه يجنب المشيحة فيه وانتعال أحذية الآخرين عندنا الديدان الدبوسية هذه الديدان تصيب غالبا الأطفال ليش؟ تنتقل أثناء الليل تنتقل إلى يد تعيش في أمعاء الإنسان نشوف الحين تبقى على السطوح لمدة أسبوعين تبقى في الألعاب تكون ملوثة بعدين الأطفال يلمسوها ويضعوها في أفواههم عندنا ددان الفلاريا هذه هي ددان الفلاريا تعيش في مناطق استوائية وتصيب هذه الددان للإنسان وتسبب له مرض يسمى مرض الفيل وعائلة دودة الفلاريا هو إيش؟ البعوض صحيح هنا ما تكلمنا عن الطرق الوقاية من هذا المرض غسل الأيادي جيدا أيضا نكمل تعيش هذه الدودة داخل جهاز الليمفي للإنسان ويمكن نقضى على هذا المرض كيف؟ بمكافحة البعوض الناقل لهذا المرض وضح في أي جزء من جسم الإنسان تعيش كل من الددان الدبوسية والفلاريا الفلاريا حكينا في الجهاز الليمفاوي أما الدبوسية تعيش في الجهاز الهضمي أي في الأمعاء الحين تهينا من الددان الأسطوانية الحين نتكلم عن الدوارات والتي تسمى أيضا في العجليات تعني ما معنى العجل؟ أي حاملة حاملة العجل أغلبها يعيش في ماء العدب كالبرك والبحيرات والجداول عندنا خصائص الدوارات وحركتها وأجهزتها أول شيء هي تناظر جانبي وعندها تجويف جسمي كاذب وقناتها الهضمية عندها فتحتان أي الفم والشرج وتختلف عن الددان الأسطوانية في إيش في حركتها إذن الدوارات تختلف عن الددان الأسطوانية في حركتها هنا تحرك عن طريق الأهداب هنا وجه مقارنة الدوارات والددان الأسطوانية هنا جانبي جانبي كاذب كاذب نفس الشيء هنا بس تختلف بحركتها في الماء هنا نفسها تناظر جانبي تناظر جانبي تجويف جسمي كاذب كاذب الهضم في فم شرج فم اللوى الشرج تختلف في حركتها في الماء